بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة سجال المعرفة نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد نواصل مع أصدقائي دائما في دروسنا لتعلم اللغة الفرنسية اليوم درسنا رقم 17 لسان نميرو 17 في هذا الدرس سوف نتعرف على لقنجزان وقنجزان في دروس السابقة تعرفنا على لقنجزان وقنجزان 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 اليوم نتعرف على لقنجزان وقنجزان أي التصريف الأفعال في الماضي الموركب ما هو وانتهى يعني شيء غير مستمر حدث في الماضي وانتهى نعطي مثال لقنجزان ما غروند مر الأمس سوف نرى القاعد الان ماذا تقول؟ لقنجزان 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 ثم على ندرس وقنجزان ورزن مورد 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 وقنجزان اتخطن وليس ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ممنع هذه المعلقة؟ لقنجزان 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 كنت سوف تقول؟ من المجموعي حقق وهم ماذا تقول؟ لغماذي؟ يجب علينا دائما إضافة مساعد أكسيليار أكسيليار هي مساعد هذا المساعد إما يكون شرط أساسي لكي نحول الفعل أو لكي نصرف الفعل لكي نصرف الفعل إلى الماضي المركب يجب علينا دائما إضافة ذرب أتر وبين الأكسيليار أتر أو أفواغ لكي نصرفه وهذا الأكسيليار يكون مصرف في الحاضر بعد ذلك الفعل في ذاته ننزع منه نهايته التي هي أر ونعوضها بأ أذك أكسيليار يعني أ في هذه الحالة الفعل عندما نحضف له أر ونستبدلها بأ يصبح اسمه أم بارتيسيليار سوف نرى ذلك الآن أولا نجب علينا أن نتعرف على وهذا الأكسيليار ا resignار الفعل فيها Il ou elle au pluriel ont. Ils ont. Elles ont. Elle a l'auxiliaire être au présent. Je suis. Tu y es. Il ou elle est. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont ou elles sont. Mبدئيا, تعرفنا على avoir et être au présent. A la moussaïde. A la tiie ou al khutwa. Maintenant, la majorité des verbes se forment avec avoir. Ma m'a n'a d'alik? D'aimèn, t'asso l'mushkila, les télameez, bianna hum, la yarrifun, متى يستخدم avoir ومتى يستخدم être. à-t'g. فهي يتصرف مع أفوار ومجموع محدد فقط يالتي تصرف مع أتر قنس أو فنرهات درس القادم اليوم ساوريكم بعض الأفعال التي تصرف مع أفوار Exemple, on donne le verbe jouer يالعب Comment conjuguer ce verbe au passé composé J'ai joué لاحظوا مع أفوار أفت auxiliaire أفوار Conjuguer au présent والذي هو أفوار وآفت le verbe jouer نزع تول أر وستبدلتها بأ أصبحت جي جوه Hier, nous avons joué un match أمس أو الباريحة لعبنا لعبنا مبارات Hier, nous avons joué un match Elle a joué avec son frère Elle a joué avec son frère هي لعبت مع أخيها نرى الآن لعبت مع أفوار Nous avons ناجي سبيحنا Vous avez ناجي avec mes amis avec mes amis فعل في الماضي سبيحت لاحظوا لعبت مع أفوار لاحظوا جيدا لم أقل جوه ناج أذاك ميزامي جوه ناج أي أنا أسبح هنا صرفتها في الحاضر جوه ناج أنا أسبح حاليا الآن أنا أسبح لكن جوه ناجي فعل قمت به سابقا ممكن يكون الأمس أو أتحدث عن الأسبوع الماضي أو لا أدري أي وقت المهم أنه فعل قمت به وانتهى جوه ناجي avec mes amis سبيحت مع صديقاتي Vous avez ناجي avec vos amis vous avez ناجي avec vos amis هنا أنا أسأل شخص أمامي أو أشخاص أمامي أسألهم هل سبيحتم مع صديقائكم سبيحتم مع صديقائكم Pour maintenant pour conjuguer un verbe de deuxième groupe الآن يمكننا صرف فعلا في المجموع الثانية au passé composé ونajoute un auxiliar avoir أو être conjugué au présent كما قلنا سابقا دائما في el passé composé نستعمل نعتمد على مساعد والذي هو إما avoir إما être وكما قلنا أغلبية الأفعال تصرف مع avoir في الدرس القادم سوف نرى الأفعال وهي أفعال جد محصورا سوف نرى الأفعال نرى الأفعال التي تصرف مع أتر ويجب علينا ويجب علينا حفرها لأنها لستكثير يجب علينا حفرها سوف نرى الأفعال كما قلنا نرى الأفعال في جملا سوف نرى الأفعال سوف نرى الأفعال سوف نرى الأفعال سوف نرى الأفعال نرى الأفعال سوف نرى الأفعال سوف نرى الأفعال يدوب المترجم يفعل في مدفع يحاف أو يح شاب المترجم يتوقى معت الغن يجل بحرس المترجم الترجم تقالى يدوب مي المترجم تقالى المترجم الهبررة المترجم الهبررة كورير يجري أو يركض لكي يجري يجري كوري 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 يريد لكي يجري كوري يجري تهدرسنا اليوم تهدروني أصدقائي في الدرس القادم لكي نتعرف على الأفعال التي تصرف معاً لذلك إلى اللقاء وإشتركوا في القناة